أعوذ بالله السلام عليكم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم أعزائي الطلاب في اللقاء الثامن من قانون التنفيذ الجبري عزيزي الطالب يتوقع منك بعد هذا اللقاء أن تكون قادرا على أن تبين مفهوم حجز مال المدينة لدى الغير توضح الأموال التي يجوز الحجز عليها بطريقة حجز مال المدينة لدى الغير تعدد مراحل حجز مال المدينة لدى الغير تشرح إجراءات حجز مال المدينة لدى الغير في جميع مراحلة تبين الآثار المترتبة على حجز مال المدينة لدى الغير توضح الجزاء القانوني عند الوفاء من الغير للمدينة المحجزة عليه رغم الحجز أيضا من محاور هذا اللقاء أو من مخرجاته تبين موقف المشرع ليمني من منع المدينة من السفر أن تكون قادرا على شرح إجراءات المنع من السفر والآثار المترتبة على سطور من السفر تعرف الحراسة القضائية تعدد الشروط المطلوبة في الحارس القضائي تعدد واجبات الحارس القضائي تبين كيف تنتهي الحراسة القضائية على الأموال ومن هنا نتناول المحاورة الرئيسة لهذا اللقاء فكنا قد تناولنا في أنواع الحجوج حجز المنقل عفوا وحجز العقار وفي هذا اللقاء نتناول حجز مال المدينة لدى الغير أيضا من محاور هذا اللقاء تعريف ببعض الوسائل التحفظية مثل منع المدينة من السفر والحراسة القضائية موضوعات حزم المدينة لدى الغير كونه المحورة الأول من محاور هذا اللقاء يتضمن جملة من الموضوعات تعريف حزم المدينة لدى الغير ونطاقه وإجراءاته وأخيرا آثاره فيما يتعلق بالإجراءات تتم هذه الإجراءات من خلال مرحلتين نسميها المرحلة الأولى والمرحلة الثانية إلا أن البعض كان يسمي المرحلة السابقة ويسمون المرحلة الثانية المرحلة اللاحقة تعريف حزم المدينة لدى الغير ونطاقه يراد بالحزم المدينة لدى الغير أنه الحزم الذي يتم إيقاعه أو يوقعه أدنى على حقوق المدين أو على منقولاته التي بحيازة الغير أو في ذمة الغير النطاق الحزم المدينة لدى الغير هي الأموال التي لدى الغير مملكة للمنفذة ضده المدين سواء كانت منقولات لدى الغير أو كانت ديون في ذمة الغير إجراءات حزمة للمدين لدى الغير تتم هذه الإجراءات كما قلنا من خلال مرحلتين المرحلة الأولى والمرحلة الثانية فقطوات المرحلة الأولى يسميها البعض كما قلنا المرحلة السابقة يسطر أمر من القاضي بإجراء الحجز بناء على طلب وإعلان قرار الحجز للمحجوز لديه فمن مقتضيات أمر القاضي لابد أن يسبقه طلب من طالب التنفيذ إلى القاضي وبناء على يسطر قرار القاضي بالحجز بعد فحص الأوراق والطلب الذي قدم بشأنه الخطوة الثانية إعلان قرار المحكمة إلى المحجوز لديه ويكفي وصول الإعلان إلى المحجوز لديه أو المحجوز لديهم لتحقق الحجز ولا يلزم التقال مع القاضي التنفيذ إلى مكان الأموال وهذا خلاف في الحجز على الأيش المنقول أو على العقار في الحجز على المنقول أو العقار لابد من الانتقال لكن في حجز من المدين لدى الغير لا يحتاج إلى انتقال وحصر وتحرير محضر ولا يلزم تحرير محضر في الحجز على مال المدين لدى الغير عزيزي الطالب مطلوب منك الإجابة على أسئلة النشاط رقم واحد المرفق باللقاء الثامن المرحلة الثانية من إجراءات الحجز على مال المدين لدى الغير هي المرحلة اللاحقة تسميها البعض في حجز مال المدين لدى الغير وتتم بإعلان قرار الحجز إلى المحجوز عليه الذي سبق أن أعلناه إلى المحجوز لديه وتقديم تقرير بما في الذنب من قبل المحجوز لديه يقدمه إلى المحكمة فإعلان قرار الحجز إلى المحجوز عليه المدين كونه هو المخاطب بالتين فالمقصود منه إعلان قرار المحكمة الذي سبق إعلانه إلى المحجوز لديه وإيصال هذا الإعلان إلى المحجوز عليه وإبلاغه بأن أمواله التي بحجزة الغير قد حجزت طيب الأمر الآخر في المرحلة الثانية أو التالية أو المرحلة الثانية في حجز مال المدين لدى الغير تقديم تقرير بما في الذنب من قبل المحجوز لديه الغير فالتقرير هو يقصد به إقرار المحجوز لديه وإعترافه بالشيء الموجود لديه إذا كان حقيقة يعترف وإن لم يكن هناك مدينة يقول ليس لديه ويقر بما في ذنبه من حقوق للمحجوز عليه بمعنى أنه إقرار بالحقيقة يعتبر التقرير بما في الذنب هو الوسيلة التأكيدية أن المال المحجوز مملوك للمحجوز عليه يعتبر التقرير بوسيلة تأكيدية أن المال المحجوز مملوك للمحجوز عليه المنفض ضده بيانة التقرير الذي سيقدمه الغير إلى المحكمة يذكر إذا كان مدينا أو غير مدين للمحجوز عليه ويذكر إذا كان مدين يذكر مقدار الدين أصله ويذكر جميع الحجوز الموقع على المدين تحت يده ويذكر الحوالات على الدين وكما يذكر ما قام بأدائه للمدين قبل الحج وعليه تقديم ما يؤيد اعترافه من مستندات وكما يذكر التقرير السابق إذا كان هناك تقرير سابق ماذا يترتب على تقديم التقرير من قبل الغير المحجوز لديه إلى المحكمة يترتب عليه ثبوت دين المحجوز عليه في ذمة المحجوز لديه فالمحجوز عليه هو المدينة الأصلي والمحجوز لديه هو الغير الذي بحيازته المال فعندما يقدم التقرير ويعترف بأن هناك مال في ذمته تثبت في ذمته هذه الحقوق على فرض أنه لا توجد أدلة إثبات فهذا الإقرار أو التقرير بمثابة تليل إثبات عليه بما في ذمته أو بما اعترف لصالح المدينة المنفذة يترتب عليه تحديد ما يشمله الحج من ديون يبين نطاق الأموال التي سيتم تصفيت وإدخالها في حصيلة التنفيذ تحديد ما يشمله الحج من ديون في ذمة المحجوز لديه حتى يوم التقرير بمعنى أنه يحدد نطاق الأموال التي سيجري التنفيذ عليها أو توزيع حصيلة التنفيذ منها يعد التقرير بمثابة محضر حج وإن كان هو قدمه غير موظف في المحكمة وهو قدمه شخص له علاقة بالمال محل الحز لكنه يشبه أي شيء المحضر في مسألة تأكيده وتفصيله ماذا يترتب على الإخلال بواجب التقرير من قبل غير بما في ذمته يترتب عليه على هذا الإخلال أنه إذا أخل بالتقرير أو بواجب التقرير بما في الذمه يترتب عليه الحبس مدى لا تتجاوز ستة أشهر وتوقيع الحج أو الحبس أمر جوازي للمحكمة التنفيذ فضلا عن ذلك طلب التعويض وفقا للقواعد العامة يقدم هذا الطلب من من أصابه ضرر من أطراف خصومة التنفيذ عزيزي الطالب مطلوبينك الإجابة على أسئلة النشاط رقم 2 المرفق باللقاء الثامن ماذا يترتب على حجم المدينة الغير بالنسبة للمحجوز لديه قطع مدة التقادم السري لمصلحة المحجوز لديه ما هي الآثار التي تترتب في حجم المدينة الغير بالنسبة للمحجوز لديه الغير فتقضع مدة التقادم إذا كان هناك مدة سرية لمصلحة المحجوز لديه هذا الغير منع المحجوز لديه من الوفاء والتسليم لدائنه المحجوز عليه وإذا كان هناك حقوق عليه واجبة الوفاء أن يسلمها إلى المحكمة امتناع المقاصة بين دين المحجوز لديه ودين المحجوز عليه إذا كان بين الغير هذا والمدينة المحجوزة عليه بينهم ديون متقابلة فلا يجوز إجراء مقاصب بين التينين كون الأموال التي لدى الغير محجوزة اعتبار المحجوز لديه حارس قضائي إذا كان المال بحاجة إلى إدارة طيب هذا فيما يتعلق بالآثار التي تتعلق بالنسبة للمحجوز لديه آثار حزمة المدينة الغير بالنسبة للمحجوز عليه المدينة الأصلي منعه من التصرف المال تصرفا يخرجه عن ملكه أو من شأنه إضعافه ويؤثر على الضمان العام للدائنين الحاجزين عدم خروج المال المحجوز من ملك المحجوز عليه وهذه نتيجة هامة عدم خروج المال المحجوز لا يخرج من ملك المحجوز عليه وإن كان في ذمة الغير وبناء عليه تترتب نتائج أخرى أولا جواز الحجز على هذا المال من دائنين آخرين وإن كان قد سبق الحجز عليه من الدائن الأول للمحجوز عليه أن يتخذ الوسائل التحفظية في مواجهة المحجوز لديه بمعنى أن يطالبه بالوفاء إلى المرح كما قال الأقل للمحجوز عليه إنهاء العلاقة بينه وبين المحجوز لديه للمحجوز عليه كما قلنا أن يتخذ الوسائل التحفظية فيه المحافظة على المال ومنع الاعتداء عليه وله المطالبة المحجوز لديه بالوفاء إلى خزانة المحكمة أيضا للمحجوز عليه المدين إنهاء العلاقة بينه وبين المحجوز لديه وإن كان المال الذي في ذمة الغير محجوز من قبل المحكمة فتنتهي علاقة الدائن بالمدين المحجوز عليه والمحجوز لديه وممكن أن يكون هذا حارس قضائي الوسائل التحفظية كونها المحور الثاني في هذا اللقاء الوسائل التحفظية المتمثلة في منع المدين من السفر إلى الخارج والحراسة القضائية والحجز التحفظي وفي هذا اللقاء بإذن الله سنتناول وسيلتين من هذه الوسائل تتمثل في منع المدين من السفر إلى الخارج والحراسة القضائية أما الحجز التحفظي فنتناوله في اللقاء القادم بإذن الله موضوعات أو التفريعات موضوع منع المدين من السفر إلى الخارج أولا لابد من تحديد المحكمة المختصة بإصطار المنع من السفر ولابد من معرفة إجراءات استستار الأمر بالمنع من السفر وأخيرا لابد من معرفة كيف يسقط أمر المنع من السفر نأتي إلى المسألة الأولى وهي المحكمة المختصة بإصطار الأمر بالمنع من السفر كون المنع من السفر من الإجراء التحفظي يكون المختص بإصدار هذا القرار من أحد القضاء التاليين أولا رئيس المحكمة المختصة بنظر النزاع لو كان هناك نفترض أنه لم يكن هناك سنة تنفيذي أو لم يكن هناك خصومة بدأت فيكون المختص هو رئيس المحكمة المختصة بنظر النزاع المختص الثاني هو قاضي التنفيذ إذا كان الأمر من السفر تتعلق بالتنفيذ المختص الثالث رئيس المحكمة الاستعنافية إذا قد وصل الأمر إليها وهو المنع بصورة استثنائية ما هي الإجراءات اللازمة لاستثار قرار المنع من السفر أولا تقديم طلب من الحاجز إلى القاضي أو طالب المنع من السفر أو الخصب الخطوة التالية أن القاضي ينظر هذا الطلب في قرفة المداولة دون حضور أو دون إعلان الخصم الآخر الخطوة التالية للقاضي في هذه عفوا فيما يتعلق بنظر الطلب للقاضي سلاحيات محددة للقاضي سلطة تقديرية في إصطار الأمر وهذا الأمر لا يلزم تسبيبه إلا إذا سطر مخالفا لأمر سابق فيما يتعلق بنظر الطلب أو عفوا الخطوة الثالثة من إجراءات استثار المنع من السفر قلنا أن الخطوة الأولى تقديم طلب النظر في الطلب الثالثة هي إصطر الأمر من السفر حتى يتم الوفاء أو تقديم كفيل الخطوة الأخيرة للأمر حجية مؤكتة وينفذ معجلا أخيرا يجب على التائنة الحاجز رفع دعوة بالحق الموضوعي إذن لدينا أربع خطوات تقديم طلب النظر في الطلب إصطار الأمر بالمنع من السفر بعدها يجب على التائنة الحاجز طالب الأمر من السفر رفع دعوة في مواجهة الممنع من السفر بالحق الموضوعي ويسقط الأمر بالمنع من السفر إذا لم ترفع الدعوة خلال ثلاثة أيام من إصطار المنع من السفر سقوط الأمر بالمنع من السفر يستمر المنع من السفر نافذ حتى ينقضي التزام المدين قبل دائنة ومع ذلك يسقط الأمر في الأحوال التالية إذا وافقت دائن كتابة أمام القاضي على إسقاط طالب الأمر يوافق كتابة أمام القاضي على أن الأمر هذا على إسقاط إذا قام المدين بتقديم كفيه المكتدر يقبله القاضي فيسقط الأمر بالمنع من السفر إذا استعمل المدين وسيلة الإيداع والتخصيص وهذه وسيلة تسليم مال إلى خزانة المحكمة بدلا عن المنع من السفر أيضا إذا لم يقوم التائن برفع دعوة خلال ثلاثة أيام من تاريخ سطور الأمر يسقط الأمر قلنا إذا لم يقدم التائن برفع دعوة خلال ثلاثة أيام من تاريخ سطور الأمر إذا لم يكن قد رفعها من قبل عزيز الطالب مطلوب منك الإجابة على سيلة نشاط رقم ثلاثة المرفق باللقاء الثامن نأتي إلى الوسيلة التحفظية الثانية الحراسة القضائية موضوعة الحراسة القضائية سنتمثل في تعريف الحراسة وما هي الأموال الجائز حراستها وشروط الحارسة القضائية وواجباته والممنوعات على الأمور الممنوعة على الحارسة القضائية وأخيرا كيف تنتهي الحراسة القضائية تعريف الحراسة القضائية في الفقه أو في القانون فالتعريف الفقهي هي أن يعهد القاضي المختص إلى شخص في المحافظة على المال موضوع النزاع وإدارته ورده إلى من يثبت له أحقيته هي أن يتسلم المحكمة مال إلى شخص لمحافظة عليه وإدارته وتسليمه إلى من يستحقه التعريف القانوني في المادة 392 تقول الحراسة القضائية إجراء تحفظي يأمر به القاضي المختص في الأحوال المنصص عليها في هذا القانون وهذا تعريف محل النظر فالأفضل هو التعريف الأول الفقهي الأموال التي يجوز حراستها ما هي؟ تكون الحراسة على الأموال المحجوزة للتنفيذ وتكون الحراسة على عقار أو منقول أو حق قائم في شأنه نزاع أو كان غير ثابت أثناء نظر الدعوة تكون الحراسة على تركة المتوفى قبل قسمتها حتى استفاءة ديون منها على أموال المدينة الذي ثابت بحكم إعساره أو إفلاسه تكون هذه أحوال الحراسة أو الأموال التي يجوز حراستها شروط الحارس القضائي يفترض فيه جملة من الشروط لا تقل سنه عن 25 عام أن يكون قادراً حراسة وعلى إدارة ما يعهد إليه أن يكون أميناً فالأمانة مطلوبة والقدرة مطلوبة وشرط أخير وهو أن يكون سنه لا تقل عن 25 عاماً واجبات الحارس القضائي متعددة أهمها حفظ المال وإدارته وتقديم كشف حساب عند النهاية المهمة وأخيراً لا بد من المبادرة برد المال مع غلته لمن أمرت له المحكمة به الممنوعات أو الأمور الممنعة على الحارس القضائي يمنع عليه فجملة من الأمور لا يجوز له في أعمال الإدارة أن يتصرف إلا بترخيص من القضي المختص لا يجوز للحارس القضائي أن يستعمل الأشياء المحجوز عليها استعمالاً شخصياً ليس للحارس أن يستغل الأموال المعهود إليه بحراستها أو يغيرها فلا يجوز الحارس القضائي على الأموال المحجوزة أن يطلب إعفاءه من الحرس قبل عشرة أيام على الأقل من إتمام البيع هذه أهم أيش الممنوعات على الحارس القضائي تنتهي الحرس القضائية بأحد الأسباب التالية بحلول يوم البيع تنتهي مهمة الحارس لأن المبيع أصبح ملكاً للمشتري الذي رسى عليها المزاد تنتهي الحراسة بحكم من القاضي بإعفائه وتعين آخر بدلاً عنه سواء كان بطلب من الحارس أو من غيره أو بناء على قرار المحكمة بناء على طلب أحد الأطراف تنتهي الحراسة بموت الحارس القضائي فهذا الأمر لا يورث تنتهي الحراسة بارتفاع الحج بقرار من المحكمة فإذا ارتفع الأصل وهو الحج فينتهي الفرق وهي الحراسة التابعة للحج عزاء الطلاب ختاماً نذكر بما تناولناه في هذا اللقاء تناولنا موضوعين الموضوع الأول وهو حجز ما للمدين لدى الغير من حيث تعريفه وإجراءاته وآثاره وتناولنا أيضاً بعض الوسائل التحفظية الوسائل التحفظية مثل المنع من السفر والحراسة القضائية عزيزي الطالب نطلوب منك الإجابة على أسئلة نشاط رقم أربعة المرفق باللقاء الثامن عزاء الطلاب هناك أنشطة هذا اللقاء في ملف باسم تكاليف وإنشطة اللقاء الثامن على نظام المس نلتقي بكم في اللقاء القادم بإذن الله تعالى